برحبا حضراتكم مرة تانية والحقيقة يعني نوارني النجم الأهلي السابق كابتن أشرف ممدوحة نتكلم معان حاجات كتير قوي في الفترة اللي جاية وخصوصا الفترة الحاسمة اللي نادي الأهلي فيها سواء مباراة الإسماعيل الجاية أو مباراة في تكلب نوارني يا كابتن سارة أهلا بيكي وأهلا بكل جماهير نادي الأهلي في كل الوطن العربي نوارنا دايما وخليني يبدأ معاك من مباراة الإسماعيلي يوم الأربع إن شاء الله ودايما بنقول يا كابتن أنه بالرغم من أن الإسماعيلي في مركز متأخر وطبعا هو عايز يضمن بقاءه في الدوري وعايز يحسن من وضعه في الدوري المصري ولكن تبقى مباراة الأهلي والإسماعيلي هي مباراة كلاسيكية مباراة لها أهميتها وكل تلات نقط جاية في الدوري مهمة جدا صحيح باتفق معاك طبعا المباراة الأهلي والإسماعيلي دايما مباراة ممتعة يعني على المستوى الفني دايما بتكون مباراة ممتعة رغم ابتعاد الإسماعيلي عن المنافسة وبتعاده عن مستوى أو لعبته عن مستوىهم الطبيعي ولكن لعب الإسماعيلي أو مباراة الإسماعيلي دايما مع نادي الأهلي بتكون مباراة ممتعة بالفعل يعني بيمتلك مجموعة مميزة جدا من اللعبين نادي الإسماعيلي ولكن عدم تنظيم سوق توفيق الحقيقة شايف إن الإسماعيلي بعيد جدا جدا من فترات طويلة بيحاول مجلس إدارات نادي الإسماعيلي أو مجال إدارات نادي الإسماعيلي على مدار السنوات اللي فاتت إنهما يعودوا بالإسماعيلي مرة تانية للمنافسة ولكن الحقيقة الإسماعيلي ما زال بعيد جدا جدا عن المنافسة رغم إنه يعني كرة الدرويش دايما كرة ممتعة النادل أهلي أعتقد أنه في نسبة مبارات كثيرة جدا جدا أمام نادل إسماعيلي يتفوق فيها على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء ولكن الظروف الحالية بتصعب طبعا بالتأكيد المباراة لأنه النادل إسماعيلي بعيد عن المنافسة يعني كمان متأخر جدا في ترتيب الستاشر يعني أعتقد عشر نقاط بعيد جدا الحقيقة النادل إسماعيلي وبالتالي كل مباراة بالنسبة له مش مباراة النادل أهلي فقط هتكون مباراة كؤوس محتاجي للمكسب فيها علشان يعني خلاص يدخل في مرحلة مظلمة شوية يدخل في مرحلة صعبة جدا أنه لو ملحقش نادل إسماعيلي يعود أو أنه كل مباراة بالنسبة له كل مباراة كؤوس حيكون الأمور صعبة جدا نادل إسماعيلي وبالتالي متصعب الأمور شوية على النادل أهلي محتاجين كل النقاط اللي نقدر نخودها المباراة اللي جاي في الدور يا كابتن بس قبل ما نكمل كلامنا في الدوري خليني برضو عايز أقف معك عن مباراة مهمة جدا ومباراة يعني إحنا بنعتبرها حاسمة وإن لم تكن يعني حاسمة مية في المية مباراة طبعا العودة فيتا كلوب نتكلم على الظروف مختلفة على طبعا أنت على أرضهم ومتعادل هنا اتنين اتنين وعندك بتلعب العصر في جو شديد الحرارة نجيل صناعي وثلاث تلاف مشجع من فيتا كلوب شايف المباراة دي إزاي وأهميتها بالنسبة لنادي الأهلي في المرحلة دي نتكلم بصراحة شديدة جدا يعني الناس اتكلمت عن مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب اللي فاتت أنه النادي الأهلي مقداش بشكل جيد لأ الحقيقة من أفضل مباراة نادي الأهلي عن مستوى الفني والتيكتيكي والخططي الوصول للمرمى أكتر من 18-20 مرة لمرمى المنافس بالتأكيد ده بيدينا انطباع أن النادي الأهلي أدى بشكل رائع جدا اختراقات من كل الأماكن من الأطراف ومن العمق كان فيه نواحي اختطية وتكتيكية كان فيه إسرار من اللاعبين على التفوق والسيطرة والاستحواز وبالتالي ده أو ده بالفعل حصل في هذه المباراة ولكن عدم توفيق شديد جدا جدا لكل اللاعبين يعني خيالي من بدر بنون لغاية مروان محسن ووالتر بواليا وأفشا وسولية ديانج كل هؤلاء اللاعبين أضعوا فرص كتيرة جدا 18-20 فرصة محققين لنادي الأهلي ويضعوا في هذه المباراة بالتأكيد عدم توفيق غير طبيعي ولكن نادي الأهلي أدى بشكل مماس جدا كان استحواز بنسبة 70-80% في المباراة مستوى رائع جدا جدا نادي الأهلي ولكن التوفيق غاب بالفعل عن نادي الأهلي في هذه المباراة ودي حتى كانت تصريحات المدير الفني لفيتا كلاب وكل اللاعبين نادي الأهلي أدى مباراة كبيرة جدا جدا ولكن حلفوا سوء توفيق أو عدم توفيق المباراة هناك اللي حيصعبها أكتر صارة أنه من شوية أو من عدد ساعات قليلة سيمبا كان اشتكى كمان نادي المريخ السوداني وللكاف لأنه فيه أشرك ثلاث لعبين أعتقد أنه رمضان عجب وخميس يعني ثلاث لعبين أشركهم النادي المريخ السوداني اللي فيه مباراة سيمبا اللي فاتت وبالتالي سيمبا اشتكى نادي المريخ السوداني للكاف وأعتقد أنه بعد صدور كمان أو تسريب خطاب من رئيس نادي المريخ لمشاركة هؤلاء اللاعبين في مباراة سيمبا أعتقد أن الكاف ممكن بشكل كبير جدا يلغي مباراة نادي المريخ السوداني أمام سيمبا ويحتسل بالثلاث نقاط لسيمبا وبالتالي سيمبا يصل لعشر نقاط ويتم كمان مش إلغاء نتائج المريخ السوداني اللي فاتت أمام النادي الأهلي وفيتا كلاب ولكن هيتم إلغاء هذه المباراة فقط أو احتساب بالثلاث نقاط لسيمبا أمام نادي المريخ وحيستبعد من البطول وبالتالي الأمور تصعبت جدا أصبح سيمبا عشر نقاط أو تسع نقاط نادي الأهلي وفيتا أربع نقاط فقط وكمان المباراة القادمة أمام فيتا كلاب النادي الأهلي مش هيشارك خلاص أمام المريخ خلاص هيستبعد من البطولة حيكون أمامنا مباراتين فقط أمام فيتا كلاب وأمام سيمبا تنزيني وبالتالي أصبح الأمور أو أصبحت الأمور صعبة جدا جدا كمان أعتقد أنه حيصدر القرار دا لأنه بعد تسريب خطاب كمان رئيس نادي المريخ هتكون الأمور يعني أعتقد أنه ممكن يتخذ هذا القرار الكاف أو الاتحاد الأفريقي بسحب أو باستبعاد نادي المريخ السوداني من البطول الأمور صعبة حقيقة هي تصعبت علينا ولكن نادي الأهلي قادر لسه في إيدينا الفوز على فيتا هناك إن شاء الله وإن شاء الله المباراة العودة هنا أمام سيمبا إن شاء الله نحسن فيها الصعود حتى على المستوى أو في المستوى التاني وبالتالي لابد من الفوز أمام فيتا كلاب في المباراة القادمة إن شاء الله هل الفوز في المباراة دي على أرض فيتا كلاب يعتبر صعب؟ شوفي نادي الأهلي طول عمره أو طول عمرنا تعودنا على نادي الأهلي في الظروف الصعبة دي بنمر بظروف صعبة جدا المباراة هناك زي ما تفضلت وقلت في توقيت صعبة جدا الساعة 3 في نجيل صناعي وبالتالي المجهود بيبقى اللعبة بتحتاج تبزي المجهود أكبر بكتير من المجهود الطبيعي ولكن إسرار نادي الأهلي وإسرار لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني إن شاء الله لاستكمال هذه البطولة إن شاء الله والحصول عليها أعتقد هيكون فيه دافع كبير جدا جدا إن شاء الله النادي الأهلي البلفوز إن شاء الله في هذه المباراة خاصة أنه زي ما قلت من شوية أنه فيتا كلاب يعني مستوى الفني والخططي والتيكتيكي حتى على المستوى البدني بعيد جدا عن نادي الأهلي استحواز بشكل كبير جدا نادي الأهلي في المباراة اللي فاتت صحيح بعض الظروف هناك هتعرق النادي الأهلي ولكن أعتقد المباراة إن شاء الله إن شاء الله حتكون صلاحنا في النهاية إزاي قيمت أداء وولتر بوليا الفني مع النادي الأهلي مش بس مباراة فيتا كلاب الفترة اللي فاتت ولكن بالتحديد فعلا المباراة اللي فاتت وولتر بوليا من اللعابين المميزين جدا وكلنا كنا بنطالب من فترة وكنت معاكي هنا صارة من فترة وقلنا إنه النادي الأهلي محتاج بالفعل مهاجم قوي مهاجم سوبر وولتر بوليا عنده أو بينتالك كل هذه الإمكانيات جثمان قوي سرعات كبيرة جدا في الجونة أحرص 16 هدف قبل ما يتعاقد مع النادي الأهلي سواء في الموسم اللي فاتت 13 و 3 أهداف قبل ما يتعاقد مع النادي الأهلي مباشرة وبالتالي هو لعب هداف ولكن شوفي بيحصل أحيانا عدم توفيق محتاج صبر شوية محتاج دعم كبير جدا من الجهاز الفني الحام بستنكر شوية هجوم البعض عليه في أنه محتاج أنه يتمرن شوية أو ياخد جرعات تدريبية كبيرة جدا على المرمى لا والتر بوليا عنده بالفعل هو هداف من الدرجة الأولى هداف كبير جدا كمان حتى على مستوى قبل الجونة ما يصل الجونة كمان هداف بشكل كبير جدا مميز جدا في اختراقاته وسرعاته محتاج صبر شوية علشان نصل لو فاكرين كلنا معظم اللاعبين بيكون عندهم عدم توفيق فاكرين فلافيو بتأكيد نجم النادي الأهلي السابق حوالي سنة كاملة تقريبا محرص غير هدف وحتى الناس تتكلم أنه خبط في رأسه من وراء بالتالي ممكن ده يحصل وارد جدا أنه يكون فيه فترة من عدم التوفيق ولكن أتمنى أنه يتم معالجاتها نفسيا شوية وأعتقد أن المسلمين يبتدى يشتغل على ده مع بوليا الفترة اللي جاي وإحنا بنتكلم على مهاجمين النادي الأهلي أو مهاجمي النادي الأهلي بتشوف محمد شريف إزاي ولما بينزل أي مباراة احتياطي أو البدء بيكون أفضل شايفها من وجهة نظر حضرتك إزاي مش من وجهة نظر مستر موسيماني أكيد هو الأقدر بمعرفة الفريق والمستوى الفني لكل اللي بتأكيد بتأكيد مستر موسيماني هو أفضل من يتخذ القرار في النهاية ولكن احنا بنحلل نواجهة نظره بالضبط محمد شريف بيعجبني فيه بشكل كبير جدا أنه عنده الإصرار الكبير جدا حتى لو نزل لو قاعد احتياطي بينزل مركز بشكل كبير جدا عارف قدراته وعارف إمكانياته ما بينزلش زعلان زي البعض بيحاول أنه يفكر أنه قاعد احتياطي وأنه ملعبتش أو لا الحقيقة محمد شريف عنده عقلية احترافية مميزة جدا وبنشوف في معظم الأوقات لما بينزل كبديل بيكون مميز جدا جدا مع النادي الأهلي كان في البداية حتى يعني بعد ما وصل والتر بواليا وبعد ما تعقد مع النادي الأهلي محمد شريف كان متقلق مع النادي الأهلي وأحرز أعتقد هدفين وقتها وقاعد احتياطي دكة البودلاء ولكن قدر أنه يسترجع مرة تانية قوة وكل ما بينزل بيحاول أنه يحرز هدف أو أنه يساعد النادي الأهلي على الفوز وبالتالي أعتقد أن محمد شريف محتاج الفترة اللي جاء أنه ياخد كمان مع بواليا ممكن في بعض المبارات نلعب الاثنين ممكن في بعض المبارات أو العملية الروتيشن اللي بتحصل لأنه الحياة الاثنين عندهم قدرات كبيرة جدا مع مروان اللي ابتدى إن شاء الله يعني الهدف اللي فات إن شاء الله في المباراة اللي فاتت ممكن إن شاء الله يعيد مروان مرة تانية وبالتالي احنا نمتلك مهاجمين مميزين بواليا طب رتبهم لي من وجهة نظرك أنا شايف أن بواليا هو في الترتيب الأول محمد شريف في الترتيب الثاني ومروان في الترتيب الثالث بهذه القدرات رغم بتعادهم يمكن محمد شريف شوية الحمد لله يعني لسه في توفيق الحمد لله ونتمنى أنه بواليا ومروان يعودوا مرة تانية أو يعود ليهم التوفيق مرة تانية في إحراز الأهداف أعتقد إن شاء الله أنه مع الوقت ووصول النادي الأهل يسارة فيه بهذا الكم من الهجمات في معظم المباراة وهذا الضغط الهجوم الكبير جدا على الفرق أعتقد إن شاء الله أنهم ما يعودوا مرة تانية مجرد الموضوع العواليين تفتح شوية بس مع يوم أو التوفيق يعود ليهم مرة تانية إن شاء الله سنشوف بواليا بشكل مختلف جدا محتاجين إيه أكتر يا كابتن؟ أكتر حاجة محتاجينها أو نشتغل عليها أو لأنه أنا فعلا مش عارف أقول نشتغل عليها لأنه زي ما حضرتك قلت هو الأداء في المباراة اللي فاتت والوصول للمرمى يعني من أفضل من أفضل الأداء يعني الشوط الأول خصوص من أفضل الأشواط للنادي الأهلي مع مسيماني ولكن زي ما بنقول المباراة اللي جاية مهمة جدا وحاسمة وخصوصا أنه زي ما حضرتك قلت كده أنه سيمبا اشتكى المريخ بعد ما قدر أنه هو يشرك لعبين اتنين في المباراة وهم غير قانونيين أو مشاركتهم في المباراة غير قانونية لأنه مفروض أنه هم موقفين محليا ست شهور فمش مفروض طبع أنه هم يشاركوا مع نادي المريخ في حال أنه الكاف يصدر قرار في الموضوع ده بأنه سيمبا ياخد الثلاث نقاط موضوع ممكن يبقى صعب ولكن يعني لسه لسه قدامنا طبعا ولسه يعني بس أعتقد أنها يحسنها بسرعة جدا يعني لأنه المباراة متوالية وفي وقت قريب فأعتقد أنها تحسب بشكل سريع جدا من الكافياء بزبط هنا السؤال بقى إيه اللي إحنا محتاجينه عشان نقدر نحسم المباراة دي بكل الظروف دي على أرض فيتا كلاب شوفي المباراة اللي جاية أعتقد أنها فاصلة بشكل كبير جدا يعني بعد الأحداث اللي حصلت في خلال الكم ساعة اللي فاتوا دول أعتقد أنه المباراة حاسمة وفاصلة بشكل كبير جدا إما هنكمل إما لقدر الله لو حصل أي حاجة هتكون خارج البطولة لقدر الله لو حصل أي نتيجة سلبية خسارة أو حاجة هيكون ابتعدنا عن البطولة ولكن أعتقد أنه أو أنا على يقين أن النادي الأهلي دايما في المواقف الصعبة بيتواجد ويتواجد بقوة لعبة النادي الأهلي دايما عندها الروح النادي الأهلي وروح فلانة النادي الأهلي ودي مش عراض بنقولها لأ دا دايما متواجد محتاجين على المستوى الخطرة وتكتيكي أعتقد أننا فقط أننا نؤدي زي المباراة اللي فاتت ولكن إن شاء الله نتمنى التوفيق يعني أنا مش شايف الحياة فيه تقصير جسارة من ناحية الفنية أو من ناحية البدنية محدش أثر بدنيا أو فنيا داخل المباراة أو حتى زهنيا ولكن كان التركيز شوية بعيد كان فيه عدم توفيق بشكل كبير جدا لكل اللاعبين أعيز أقولك أن حتى بدر بنوني يعني منكلم من خط الظهر للمهاجمين كلهم وصلوا لخط مرمى فيتا كلاب كلهم أضعوا بشكل سهل جدا أو بشكل غريب جدا جدا طبعا ضربة الجزاء مش هنتكلم عليها لأنها هي يعني ضربة جزاء غريبة جدا جدا مستحيل إنها لو تعادت مليون مرة مستحيل تتحيسب ومن أكبر الأخطاء اللي ممكن تحصل يا كابتن أشرف إنه يكون ما فيهش فار في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا دي كانت نكتكتو وأعتقد هيبقى لسه في نتائج تانية للأسف بالتأكيد وأتمنى إن شاء الله إنه الفار خلاص يبقى متواجد لأنه بالفعل بيحسم مباريات كثيرة جدا وبيظلم يعني بيتم مع العدل اللي ممكن الحكم يكونش شايفه مش عايزين نظلم الحكم إنه حتسب دربة الجزاء لأنه بالتأكيد شايف إنه ممكن يكون فيه تلامس ولكن بالفعل ظلمت النادي الأهلي ووضعت النادي الأهلي في موقف صعب جدا جدا في هذه البطولة أتمنى إن شاء الله إنه المباراة اللي جاية يكون النادي الأهلي قدر أو على قدر المسئولية زي ما تعودنا وزي ما عودتنا لعبتنا في كل المباراة الحاسمة إن النادي الأهلي بيتواجد بقوة جدا محتاج إسرار كبير جدا محتاج تركيز شديد جدا جدا لأن الفرصة اللي ممكن نروح بيها ممكن ما تتكررش مرة تانية في ظل الأجواء الصعبة اللي اتكلمتي عنها يا صورة الأرضية الملعب التوقيت الصعب جدا الساعة 3 هتكون الجو حر جدا جدا وبالتالي النادي الأهلي محتاج تركيز شديد جدا جدا كل فرصة نعتبرها الفرصة الأخيرة تركيز شديد جدا أو تركيز على المستوى الخططي والفني والتكتيكي اللي حصل في المباراة تكرار هذه المباراة بالتأكيد ولكن في نقطة مهمة جدا يا صورة فيتا كلاب بيمتلك سرعات كبيرة جدا يعني شفنا الهجامات المورتدال فيتا كلاب سببت مشاكل كتيرة جدا لنادي الأهلي أو سببت على الأهلي 3 أو 4 فرص خطيرة جدا عن نادي الأهلي أحرز منهم هدف وكمان أحرز منهم ضرب الجزاء المشكلة بقى في المباراة الحاسمة دي أنه نادي الأهلي محتاج يحسب المباراة دي بفوز أنه ممكن يكون فيه شوية عدم تمركز شوية من الخط الدفاعي أتمنى أن طبعا بالتأكيد مستر المسلميني حيكون مراعي هذا الأمر أنه يكون فيه تمركز من لعبين على الأقل في الخط الدفاعي لأن السرعات الحقيقة لدى فيتا كلاب أو الخط الوسط والمهاجمين لدى فيتا كلاب عالية جدا جدا وممكن يسببوا خطورة كبيرة جدا عن نادي الأهلي أتمنى إن شاء الله المراعات ده ولكن أتمنى إن نادي الأهلي يؤدي بنفس أداء المباراة اللي فاتت الخططي والتيكتيكي والفني الاختراقات أنا شفت اختراقات الحقيقة من نادي الأهلي في كل المساحات في الملعب من العمق ومن الأطراف والتصويبات وحتى الكرات السبتة كنا أحنا الأخطر والأفضل ولكن عدم التوفيق وعدم التركيز بشكل كبير هو اللي أدى لهذه النتيجة مباراة العودة يا كابتن ألعبها إزاي ألعب أن أنا ههجم على أرضهم هلعب بطريقة هجمية ولا لازم يكون في تحفظ في المباراة لأن أنت مش على أرضك مش تحفظ ولكن في حرص شوية وفي مخزون شوية بدني لأنه زي ما تكلمنا عن الأجواء هناك أرضية الملعب وكمان الجو الحر الشديد جداً اللي حيواجه فيه النادي الأهلي وبالتالي أنت محتاجة شوية التسعين دقيقة يكون عندك مخزون بدني عشان تقدر يتكمل المباراة بنتيجة كبيرة أو بشكل يرضي في النهاية جمهر النادي الأهلي بنتيجة إن شاء الله إجابية والفوس في هذه المباراة وبالتالي أنت محتاجة تعمل التوازن الهجومي والدفاعي في هذه المباراة ولكن الضغط على فيتا كلاب بالتأكيد حيؤتي سمواره بشكل كبير جداً جداً من البداية أنا في اعتقادي أنه الضغط على فيتا كلاب من البداية حيرهب شوية فيتا كلاب حيخدعهم بشكل كبير لأنه هم متأكدين بشكل كبير لنادي الأهلي حيكون عامل شوية زون ديفينس أو يعني متأخرين شوية في عملات تصريحاتهم كانت يا كبتن أنه إحنا هنلعب بطريقة مختلفة تماماً في مباراة العودة لنادي الأهلي أرغمنا أن نحن نلعب بطريقة دفاعية وإن كنت مش شايفة أن فيه دفاع قوي من فيتا كلاب في المباراة اللي فاتت ولكن في المباراة دي هيبقى فيه سلوب مختلف تماماً للعب وأعتقد يعني الضغط الهجومي الضغط الهجومي من فيتا كلاب وده هيسبب مشاكل كتيرة جداً لفيتا كلاب لأنهما في هذه المباراة أو المباراة اللي فاتت بيدفعوا بـ 8 أو 9 لعبين وشوفنا الضغط الهجومي الكبير من النادي الأهلي على فيتا كلاب أثر بهذا الشكل أو وصلنا قد إيه لمرمى فيتا كلاب تخيالي لو هما بيهاجموا كمان ومش عندهم العدد الكافي من المدفعين في الخط الدفاعي بتأكيد هيسبب لهم مشاكل كبيرة جداً وإحنا نمتلك السرعات الحمد لله عندنا سرعات كبيرة جداً وعندنا فيه جاهزية بدنية بشكل كبير جداً للنادي الأهلي أعتقد إن شاء الله أنها حتوتي بسمارها إن شاء الله في هذه المباراة إن شاء الله من وجهة نظرك مفروض ماستر موثيماني يلعب بالمباراة دي بنفس تشكيل مباراة الزهاب اللي كانت هنا في القاهرة أنا شايف إن أيمن أشرف نسأل آينا شوية من ناحية اليسرى في النادي الأهلي طبعاً بتعاد معلول بالتأكيد بيأثر بشكل كبير فيه من نسبة 95% ممكن معلول يلحق المباراة يعني أتمنى ده طبعاً أتمنى يعني ولكن أيمن أشرف حابي يؤدي بشكل روعة جداً في المنطقة دي المباراة اللي فاتت بشكل هجومي أدى لشكل الهجومي وشكل الدفاع بشكل روعة جداً عمل جبهة يسرى رائعة جداً للنادي الأهلي أعتقد أيمن أشرف نصاله قادر على ده أعتقد التشكيل زي ما هو باستثناء طبعاً مع محمود وحيد يعني مش هيبقى موجود حيلعب أيمن أشرف في الناحية اليسرى وحيكون نفس التشكيل والتر بوليا أعتقد أنه هيشارك من البداية وأتمنى أن يشارك من البداية لأنه عنده القدرة البدنية الكبيرة جداً ومش عايزين نضغط عليه نفسياً شوية أنه ابتعادوا عن المباراة تخيالي أن النادي الأهلي بيصل في آخر 7-8 دقائق صورة أكتر من 7-8 هجمات للنادي الأهلي في كل المباراة على فكرة ما نكلمش عن المباراة اللي فاتت بس الضغط الهجومي للنادي الأهلي دائماً وأبداً بيكون في نهاية اللقاءات بيكون بشكل كبير جداً ومكسف جداً وبالتالي أنت محتاجة مهاجم يكون عنده القدرة دي واحتاجة السرعات اللي بقالي لسه عندنا كلام كتير طبعاً كابتن أشرف نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن النادي الأهلي برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه منعورني كابتن أشرف ممضوح وكنت بتقولي ممكن ندخل طهر محمد طهر أنا بحب طهر على المستوى الفني طهر ما شاء الله متألق ضداً مع النادي الأهلي من أول ما بدأ الحقيقة مستوى عمال يعلى مع النادي الأهلي ما شاء الله ولو خاد بشكل دائم أعتقد مستوى حيزيد وهيتضعف أكتر من كده يعني أعتقد أنه ممكن في التشكيل اللي فات حيكون أيمن أشرف مكان محمود وحيد طبعاً للإصابة ونتأمل إن شاء الله أن نعود سريعاً يعني ويكون طهر محمد طهر مكان حسين الشحات طهر عنده سرعات وعنده قوة بدنية في الالتحامات وإحنا محتاجين السرعات في الهجمات اللي حتكون على فيتا كلاب زي ما قلنا صاراً أنه حيكون عندهم شوية اندفاع هجومي وبالتالي حيكون شوية في مساحات في ظهر فيتا كلاب وبالتالي محتاجين بواليا محتاجين طهر محمد طهر محتاجين أفشب اللمساته السحرية دي شوية اللي طهر محمد طهر والبواليا والأجاية كمان أعتقد إن شاء الله ده حيفر كتير جداً معي بالنسبة لك من أكتر الأوراق الرابحة هتكون على الدكة لو يعني استقررين على التشكيل ده يعني شايف إن محمد شريف حيكون لدور إن شاء الله مروان إن شاء الله يعني يكون نستعد بإذن الله نفسياً شوية قوته حيث إن الشحات في بعض الأوقات بمهاراته وسرعاته ممكن يكون ليه دور في بعض الأوقات أو في شوية خلي بالك المباراة حيكون فيها اندفاع بدني كبير جداً جداً ومجموع بدني حيبزل بالشكل كبير جداً جداً من لعبتنا وبالتالي دكة البودلاء حيكون لها دور مهم جداً وانا طبعاً يعني شايف إن سؤالك مهم جداً الحياة لأنه بالتأكيد في هذه اللقاءات في الظروف الصعبة دي بيكون دكة البودلاء ليها دور كبير جداً يعني وبالتالي تلاتة دول مهمين إن شاء الله في دكة البودلاء النادي الأهلي بيمتلكوا السرعات وبيمتلكوا المهارة وبيمتلكوا كمان الخبرات الكبيرة جداً سواء حسين أو محمد شريف أو مروان إن شاء الله يعني بالتواجد مع النادي الأهلي في هذه المباراة أعطاك إن شاء الله حيكون لهم دور بإذن الله في هذه المباراة ولكن يبقى سؤال في أذهان كل أهلي يا كابتن ليه مبدأش من وجهة نظرك؟ ليه مبدأش بشريف؟ ليه أنت اخترت نبدأ ببواليا؟ أنا مصر الحقيقة إن بواليا ياخد كتير ياخد مباريات كتير لأنه محتاج بالفعل دعم نفسي كبير جداً محتاج تواجد أو تواجد بشكل مستمر شوية في تشكيل النادي الأهلي لغاية ما يعود مرة تانية للتهديف مع النادي الأهلي عايزة أقول إن بواليا بيمتلك إمكانات كبيرة جداً ومهاجم سوبر للنادي الأهلي وبالتالي لما يكون عندي حد بهذه الإمكانيات لو صدف عدم توفيق أو سوق توفيق إحنا محتاجين نديله شوية لغاية يعني ما نديله كل الفرص اللي جاية ولكن طبعاً الناس مستعجلة شوية خاصة إنه ظروف المباراة اللي جاية صعبة شوية محتاجين فيها الفوز والفوز فقط وهنا برضو السؤال ممكن يقولك طبعاً أنا الدعم النفسي ده أكيد وصحة جداً بس أنا محتاجة حد يجيب لي أهداف المباراة اللي جاية في هذه المباراة حديداً محتاجين سرعات بوالية جداً وده اللي خلاني أقول بوالية يبتدي لأنه تحركاته في المرمى ممتازة تحركاته مهمة جداً وبيروح على المرمى زي محمد شريف بالزبط إنه بيروحوا على المرمى من أقصر طريق بيوصلوا كتير جداً جداً للمرمى ولكن عدم توفيق يعني عايزة أقول بس الفرق بين شريف وبين بوالية في هذه المباراة حديداً هي السرعات الكبيرة جداً لبوالية وقوة الاتحامات مع فيتا كلاب محطة مهمة جداً جداً لكل القادمين من خلف زي أجيو زي أفشاة اللي بوالية بالتأكيد يعني وبالتالي مهمة جداً أن بوالية يكون موجود في تشكيل نادي الأهلي في المباراة اللي جاي خلينا سألك على البطولة بشكل عام بطولة أفريقيا بشكل عام شايفها إزاي النسخة دي؟ بشكلها كده صعبة من بداية المجموعات مش بس مجموعة نادي الأهلي أنا بتكلم بشكل عام شايف إزاي النسخة دي؟ وبردو الفرص الأهلي بالنسبة لك أنت أنه هو يفوز باللقب العاشر أنا عارفة أنه لسه بدري بس بنشوفها كده من أول شوفي في ففرة يعني أنا شوفت مبارات التراجي والزمالك مثلاً التراجي كان سيء ما كانش بالمستوى اللي ممكن يتفاق به بتلت أهداف عنات الزمالك شوفنا أول تلت ساعة أو خمسة عشرين ديها النات الزمالك كان أفضل كتير جداً من التراجي في ملعبه ولكن طرد ويعني شوية نادي الزمالك بعد حالة الطرد اللي حصلت لأبو الفتوح شوية حصل لهم شوية تراجع نفسي على الأقل يعني وبالتالي التراجي قدر أنه يحرص ثلاث أهداف من ثلاث أخطاء لخطة دفاع نادي الزمالك شايف أنه مش بالقوة الكبيرة اللي ممكن تخوفنا إن شاء الله لو استمرنا بعد كده سانداونز مش بشكل مميز الودان مش بشكل مميز يعني بصي شايف شايف أنه إن شاء الله نتخطى عقبة بس فيتا كلاب والمطب اللي وقعنا فيه بسبب طبعاً يعني السيمبا والمريخ نتخطى هذا الدور وأعتقد إن شاء الله نادي الأهلي قادر إن شاء الله على الحصول على أزيل بطولة رغم صعوبتها شوفي بطولة أفريقيا بالتأكيد بطولة صعبة جداً 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 يعني هي أصعب البطولات على المستوى القر يعني ولكن النادي الأهلي إن شاء الله قادر لأنه نحن نمتلك يعني نهارده بيغيب عننا أربع أو خمس لعبين مميزين جداً ومن اللعبين الأساسيين مكلم عن عويد سليمان مكلم عن معلول مكلم عن كهربا مكلم أربع أو خمس لعبين مميزين جداً بيغيبوا عن نادي الأهلي واناك النادي الاهلي قادر انه يتخطى ان شاء الله المباريات وانه يفوز في كل المباريات رغم يعني على الاقل ما بنخسرش يعني المسلمين يمخسرش غير لقائين في كل المباريات منهم باير ميونيخ وبالتالي النادي الاهلي الحمد لله قادر وبيصل عايز اقول في حتى في بطولة الدوري احنا عبنا 10 مباريات احرزنا 21 هدف اعلى نسبة تهديف صحيح متصميم معنات الزماليك انا كانت الزماليك لعب 3 مباريات زيادة اقل الفرق دخل مرماها اهداف وبالتالي النادي الاهلي عن مستوى الفني والخططي ما يقلقش بشكل كبير ولكن الناس دايما متشوقة لنادي الاهلي او عايز انادي الاهلي اداء ونتاج ودي الحياة يعني دي طبيعة جمهور النادي الاهلي دايما عايز في رؤيته في افضل حاله في افضل اداء سواء فني او بدني او على المستوى الخططي او حتى على مستوى النتاج عايزة أقول لنادي الأهلي إن شاء الله قادر وقدر يعود مرة تانية إن شاء الله للانتصارات بشكل كبير نتخطى إن شاء الله المباراة اللي جاية وإن شاء الله نادر أهلي قادر بإذن الله تعالى إن شاء الله نحصل على زي البطولة بإذن الله بإذن الله يا كابتن ومن أخبار الكورة العالمية للتريندينج طبعا النهاردة هو طبعا فوز لابورتا برئاسة نادي برشلونة أنت كنت قلت لي بتشجع برشلونة يا كابتن؟ طبعا أنا فاكرة إن احنا اتفقنا في الموضوع ده أبدا كده وكانت النهاردة يمكن أقول زيارة رسمية لي بعد الفوز بكورسي الرئاسة على الهوى معنا لقطات ليه شايف إزاي مستقبل نادي برشلونة بعد فوز لابورتا بالرئاسة؟ يعني شوفي الحماس اللي شفته كبير جدا والتفاقل اللي شفته من جماهير برشلونة على مستوى العالم والراحة النفسية اللي بيتكلموا عنها لميسي وعضاء فريق برشلونة أعتقد أنها تدينا انطباع كبير جدا أن برشلونة حيكون ليه دور مهم جدا جدا في إعادة برشلونة للهيمنة والسيطورة مرة تانية المهمة صعبة يا كابتن صحيح هي صعبة ولكن أعتقد أنه إن شاء الله قادر أنه يعيد برشلونة مرة تانية لأجواء البطولات والإنجازات في الفترات اللي جاية هل كومن هو رجل المرحلة يعني مدير الفني المفروض فعلا يكون موجود في الفترة دي؟ يعني حنشوف مع رئيس النادي مع بورت الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن هل هيتم الانسجام والتناغم بينهم ولا لا؟ لأنه عايز أقولك أنه مهم جدا جدا رئيس النادي مع المدير الرياضي في الأندية بره بره في أوروبا مهم جدا أن يكون مدير الرياضي مع رئيس النادي فيه توافق كبير جدا جدا مع المدير الفني لو ده ما تمش الفترة الجاية أعتقد أنه برضو هتبقى فيه مشكلة لكومن ممكن يرحل عن برشلونة ولكن كومن أنا شايف من وجهة نظر أنه ماشي بشكل جايد مع برشلونة الفترة اللي فاتت رغم بتاعات برشلونة على المنافسة بشكل جاية أولويات لابورت هو ميسي أنه ميسي يفضل في برشلونة طبعا التعاقد مع صفقات تانية مهمة جدا ولكن ميسي هو الأولوية الأولى لأي كان حد هيجي كرئيس لبرشلونة ويمكن دي كانت من التصريحات لابورت وكلنا متفقين على ده الحقيقة برشلونة من غير ميسي يعتقد يعني هيكون صعب جدا جدا برشلونة ويكمل رغم أن ميسي أقل شوية من في الفترات اللي فاتت ولكن يبقى ميسي هو أسطورة كرة الخدم الحالية وتمنى إن شاء الله دمام صلاح إن شاء الله يعني فيه كلام كده أنه ممكن صلاح إن شاء الله يتواجد وده يكون شرف لكل الوطن العربي مش مصر فقط لأن صلاح هي ماشي بشكل رائع جدا متصدر الدول الإنجليزي للسنة الثالثة على التوالي وبالتالي أنا كمصري فخور جدا جدا أن عندنا محمد صلاح إن شاء الله يكون دمام المرشلونة كنت بتكلم أنا وأحمد يا كابتن أنه أحمد شايف أنه صعب أنه ممكن أو يعني مش سهل أبدا أن أنت تروح مكان جديد بعد هو بيفضل استمراره في ليفر بول ويبني على إنجازاته دي كنت بقوله أنه صلاح بالعقلية دي أعتقد أنه في أي مكان هيتقلق برضه وهيقدم زي ما قدم مع ليفر بول وإن كان الموضوع مش سهل أنت بتشوف الموضوع ده زي أعكف أنه في بعض الأوقات التغيير ما يكونش مطلوب يعني تكلمنا عن صلاح في الموسم اللي فاتت أنه بعد الموسم الأول كان لازم يكمل موسم أو اثنين مع ليفر بول خاصة أن ليفر بول كان صاعد جدا على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء بدليل أنه حصل على التشامبيونز وكانوا متقلقين بشكل كبير جدا ولكن خلاص المستوى الفني وعلى مستوى النتائج كمان ابتدى ليفر بول يبتعد بشكل بري جدا عن المنافسة وعن البطولات وبتالي ده حيقل كتير جدا مع صلاح أعتقد أن ده الوقت المناسب جدا جدا لصلاح أنه ورحل عن ليفر بول تغيير المناخ وتغيير الدوريات وتغيير طريقة اللعب هتفرق كتير جدا جدا مع صلاح في تطوير أداءه خاصة في الكرة في أسبانيا أعتقد صلاح إن شاء الله إن شاء الله هيكل دور كبير جدا جدا وحيتقلق بشكل رائع جدا إن شاء الله بطفق مع حضرتك طبعا يا كابتن وبشكر حضرتك أنك كنت معي ونورتني النهار ده بسي جدا يا سارة وإن شاء الله نتمنى وكل دعواتنا لنادي الأهلي إن شاء الله في مباراك إسماعيلي وأمام في تاكلاب إن شاء الله المباراة أو المحطة الصعبة جدا إن شاء الله نادي الأهلي يتخطى إن شاء الله بشكر حضرتك جدا وبشكر حضرتكم على المتابعة بكرة حلقة جديدة من برنامج السادسة